طيب أجمل لحظة كانت في خلال هالمسيرة أجمل فوز أنت حسيت أنه الفوز هذا وأكثر شغلة زعلتك رح أبدأ باللي زعلتني أنا أتوقع أكثر مباراة أنا زعلت فيها هي ممكن مباراة السعودية بالسعودية لا ما كان متوقع ما كنت متوقع وبدأنا المباراة بشكل منيح كان في عنا كتير ظروف قبلها صعبة يعني بصراحة كان معسكر تاعنا وكان عنا كتير إصابات وكان عنا كتير غيابات فكان في عنا كتير خلينا نحكي يعني كركبة بالبيت الداخلي ومع هيك وحيك بلشنا المباراة بشكل منيح وللأسف ما أنا هناها بالشكل المطلوب هذه بجوز كانت أكتر مباراة أحزنتني وزعلتني أكتر مباراة صراحة فرحت فيها فوقع هي مباراة نيوزيلندا بعمان لأنه بالنسبة لإلي كانت هي إعلان التأهل الحقيقي كان بفوزنا على نيوزيلندا بعمان ما قبل حتى مباراة الهند والفلبين مباراة الفلبين والفوز على الفلبين بالفلبين هو صراحة مش إشي سهل ما أعتقد نحن بمباراة رسمية منتخبنا من قبل فاز على الفلبين بالفلبين لعبنا معهم بأكتر من مرة بالفلبين هل هناك كان فيه إخطاء تحكمية؟ أنا مش من النوع اللي بحب أحط زي ما قلتلك أنا ما بحب أحط كتير حجج لا لألنا ولا حتى بالنبريات ولا بالتمرين ولا بأي إشي لكن كان فيه مية بالمية بالآخر بحوالي آخر 6-7 دقايق بكل مرة كان عنا أمكانية بأنه نرجع نطلع الفرق شوي كان الحكام يدخلوا بصافر أو تنتين متتاليات يعني فكان فيه واضحة كانت القصة شوي بالآخر تكر سؤال أخير تكر أنت تحدثت بأنه خياري الأول وسأقاتل لوجود تكر وعرض عليك أكثر من مجنس تركتهم ورجعت لتكر مع أنه كان مصاب وأنت جازفت هذه الضغطة تسجل وسامسوس غامرت في هذا الشيء أكيد شوف تكر أتوقع واليوم تكر كان رائع تكر رائع أتوقع تكر كان عم يعطينا اللي نحن منحتاجه نحن عارفين بالضبط شو منقدر نطلع من دار تكر يعني إذا أنت بتقارن أرقام دار تكر مع النادي تاعه وبتقارن أرقامه مع المنتخب دايما الميزان بكفة المنتخب دايما معنا عم بيلعب أفضل عم بيلعب أحسن بيحب المنتخب بيحب الأردن بيحب اللاعبين فيه كيمستر كثير عالية بينه وبين اللاعبين اللاعبين بيحبوا لدار ودار فيه شغلة مهمة ممكن كثير من اللاعبين مرات ما تكون عندهم ما بيخاف من اللحظات الكبيرة يعني هو لاعب باللحظات الكبيرة جامد دار جامد دار موجود فهذا إشي أكيد بيعطينا كمان تقل إحنا منسميها بالفريق ولكأس العالم أكيد وحيصير في حكي وكلام لنشوف لكن إن شاء الله خير